اشتركوا في القناة وقد هنأ صاحب الجلالة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة متمنيا له كل التوفيق والسداد لمواصلة نشر رسالة المركز الإنسانية والمجسدة لدور مملكة البحرين الريادي الذي تميزت به على مر العصور في ترسيخ مفاهيم التعايش والتسامح والسلام والاعتدال ومد جسور التواصل وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين أتباع الأديان ومختلف الثقافات لخير شعوب العالم وتقدمها مشيدا جلالته بالإنجازات المهمة التي حققها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عبر مسيرته الناجحة وبما يحظى به من تقدير عالمي من جهته عرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى جلالة الملك المعظم وعظيم اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية وعلى توجيهات جلالته الكريمة ضارعا إلى المولى تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بمغفر الصحة والسعادة ضارعا إلى الملك 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 الملك